اكد سيد خالد عمر الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة على اهمية التعاون والتفاهم بين شركات ممتلكات وصندوق مصر السيادي ليفتح افاق الرحبة لطرح الافكار البناء بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة لما يحقق تطلعات قيادة البلدين والشعبين الشقيقين انا زرت القاهرة من تقريبا اسبوعين وكان النقاش مع الصندوق السيادي طرح الافكار والمذكرة اليوم هي اعتبار ان تكون تمثيل لمنصة تعطين الفرصة لطرح احنا استثمارات في البحرين ممكن تطرح الى صندوق السيادي المصري وكذلك ايضا الفرص اللي ممكن تطرح لمملكة البحرين خلال ممتلكات الاستثمار في جمهورية مصر وتمتعين فرق من كل الجهتين وهي بداية المشوار يعني معاني الوزيرة اليوم ذكرت بعض الاوجه التعاون في الامن القذائي ايضا في الطاقة المتجددة فهناك عدة فرص بندرسها ان شاء الله في الاسابيع الجاية احنا في بداية الان ندرسها وطبعا ما بتكون بس يعني بتكون يمكن استثمار مباشر من خلال ممتلكات بس ايضا نبي نشجع الشركات اللي تحت مضلة ممتلكات ان تنظر الى فرص استثمارية في جمهورية مصر فان كانت شركة الاتصالات بتلكو او بنك البحرين الوطني فيعني اليوم في بداية لاحن ما حددنا الفرص يعني اللي ممكن ندخل فيها لكن ان شاء الله في الاسابيع الجاية اشتركوا في القناة